ديننا له أصل واحد وهذا هو جوهر كينونة دين العترة الطاهرة أما منظومة أصول الدين الخمسة فذلك ضلال جاءنا به الطوسي المشؤوم جمع لنا جمعا ليس موفقا جمع لنا ما بين ما قالته الأشاعر وما قالته المعتزلة وأضاف الإمامة بنحو مجزوء إلى منظومة عقيدة الضلال هذا ديننا له أصل واحد سأبدأ من الكتاب الكريم إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا مر الكلام علينا في الحلقة الماضية من أننا لا نمتلك تعريفا لحقيقة الولاية أتحدث عن ولاية الله وعن ولاية محمد وآل محمد التي هي هي بنفسها وعينها وذاتها ولاية الله نحن لا نمتلك تعريفا لكننا نتلمس آثارها نستطيع أن ندرك جانبا من آثار ولاية الله جانبا من آثار ولاية محمد وآل محمد قطعا بحدود مداركنا بحسب أوعية قلوبنا وما تتسع له هناك الولاية لله الحق الآية إن كانت تخبرنا عن القيامة فإن عاقبة الأمر في ساحة الولاية أو كانت تخبرنا عن حقيقة حقائق هذا الوجود بما فيه من دنيا وما فيه من آخرة وما فيه من كل المراتب والطبقات هناك الولاية لله الحق شيء واحد عنوان واحد مرد كل شيء إليه ولاية الله ما يرتبط بوجودنا وآثار وجودنا ما يرتبط بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ما يرتبط بوجودنا في الدنيا وبوجودنا في الآخرة ما يرتبط بظهورنا في عالم الشهادة وعالم الطبيعة وما كنا عليه وما سنكون عليه في عوالم الغيب كله من أوله إلى آخره ومن ظاهره إلى باطنه مرده إلى عنوان واحد الولاية هناك الولاية لله الحق هذه آثار هو خير ثوابا وخير عقبة هذا العنوان عنوان الولاية الإلهية يتجلى في ولاية محمد وآل محمد وعنوان ولاية محمد وآل محمد يتجلى في إمام كل زمان من الأزمنة ففي زماننا يتجلى عنوان ولاية محمد وآل محمد في ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا هو أصل ديننا هذا هو أصل ديننا نذهب إلى آية أخرى إنها الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النمل وكذلك الآية التي تليها لكن كلامي يرتبط بشكل خاص بالآية التي أشرت إليها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون هذه الحسنة هي الولاية التي أشارت إليها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها هذه الحسنة هي الولاية التي نرتبط بها من حيث نحن في أحاديث تفسير قرآنهم هناك الولاية إنها ولاية علي وهذه الحسنة إنها ولاية علي الأحاديث موجودة هنا في الجزء الأول من الكهف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة أثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كل حديث أورد ما أورد من معانيه ومضامينه في هذه الحلقة هناك الولاية لله الحق إنها ولاية علي اللهم والي من والاه هناك الولاية لله الحق اللهم والي من والاه وعادي من عاداه إنها آثار لولاية علي وولاية علي هي ولاية الله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الآية تتحدث عن حسنة واحدة من جاء بالحسنة الألف واللام هنا للعهد لشيء معهود في أذهاننا في أذهان الذين يعرفون تفسير القرآن بحسب مضمون بيعة الغدير الذين يأخذون التفسير من علي وآل علي فقط لا يعودون إلى تفسير سقيفة بني ساعد ولا يعودون إلى قذارات سقيفة بني طوسي التي يسمونها تفسير وما هي بتفسير إنها تفسي لعنة على تفسيرهم على تفسير الطوسيين من أولهم إلى آخرهم من جاء بالحسنة إنه عنوان مشخص لحسنة واحدة وهذا التعريف تعريف لشيء معهود في الذهن مثل ما تقول المرأة جاء الرجل الجميع يعرفون من أنها تقصد زوجها في التعبير الشعبي العراقي تقول إجا الرجال هي لا تقصد غيره الألف واللام هنا للعهد الذهني لشيء معهود في الذهن من جاء بالحسنة الحسنة عنوان لشيء معهود بالذهن ولذا فإن التعريف بالألف واللام جاء تعريفا بالألف واللام العهدية هناك عهد ذكري وهناك عهد ذهني هذه الألف واللام عهدية من النوع الذهني شيء معهود في الذهن عند الذين يقرؤون القرآن ويعرفون القرآن بحسب تفسير العترة الطاهرة لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسي سقيفة بني طوسي الملعون ألا لعنة الله عليها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة إنها سيئة معهودة في الأذهان أيضا بالنسبة للذين يقرؤون القرآن ويفسرونه بحسب مضمون بيعة الغدير ومن جاء بالسيئة هذه منافرة مناقضة لتلك الحسنة اللهم والي من والاه الحسنة وعادي من عاداه السيئة وانصر من نصره إنها الحسنة في جهة الحسنة آثار الحسنة واخذل من خذله إنها آثار سيئة من جاء بالحسنة فله خير منها هناك هناك حسنة مشخصة هناك سيئة مشخصة لا شأن لنا بما يقوله نواصب السقيفتين ألا لعنة على تفاسيره من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تتزون إلا ما كنتم تعملون نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة أذهب إلى موطن الشاهد منها في أول الآية إن الدين عند الله الإسلام هذه المضامين تأتي في سياق واحد هناك الولاية لله الحق من جاء بالحسنة إن الدين عند الله الإسلام أي إسلام إنه إسلام محمد وآل محمد لا شأن لنا بإسلام سقيفة بني ساعد ذلك إسلام له ولا شأن لنا بإسلام سقيفة بني طوسي بحسب المذهب الطوسي اللعين ذلك إسلام له الإسلام هنا بحسب تعريفهم لإسلامهم الإسلام هو التسليم هكذا عرفوا التسليم لمن سادة آل محمد التسليم لمحمد وآل محمد التسليم لعلي وآل علي التسليم لفاطمة وآل فاطمة المعنى واحد المضمون واحد التسليم لمحمد وآل محمد التسليم لعلي وآل علي التسليم لفاطمة وآل فاطمة هذه العناوين عناوين أئمة الأئمة محمد علي فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين إن الدين عند الله الإسلام إسلام من؟ أسألكم إسلام من؟ إسلام مراجع النجر وأي إسلام عنده؟ إسلام الأزهر وأي إسلام في الأزهر؟ إنه إسلام قائم آل محمد هذا هو الإسلام نحن نتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة الآخرون إذا سمعوا كلامي ورفضوه أو استهزأوا به لا أبالي بهم أنا أرفضهم وأستهزئ بهم إن كانوا من أتباع سقيفة بني ساعدة أو كانوا من أتباع سقيفة بني طوسي الملعونة أتحدث عن سقيفة مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على سقيفتهم النجسة القذرة؟ إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد والذي سيحاربه مراجع النجف وكربلاء عند ظهوره أحاديث العترة هي التي أخبرتنا كلمات أئمتنا هي التي بينت لنا وكشفت لنا الحقيقة من أن الأنجاس اللعناء من أن المأبونين لعنة الله عليهم من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتاله سيخرج هؤلاء المأبونون أولاد الزواني من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو أن الإسلام الذي عليه مراجع النجف وكربلاء اليوم هو هو سيكون إسلام أولئك المأبونين من أبناء الزواني من مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون الذين سيخرجون الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من مراجع النجف وكربلاء إن الدين إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد في سورة آل عمران في الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من ولن للنفي التأبيد هذا هو الإسلام الذي مر ذكره في الآية المتقدمة هذا هو الإسلام الذي عبر عنه بالحسنة في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النم وهو وهو الولاية في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام من هذا إسلام علي وآل علي عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة حب علي بن أبي طالب الجواز على الصراط الذي سيكون ممدوداً على نار جهنم بصك من علي بن أبي طالب الذي يكون قسيماً للجنان والنيران علي بن أبي طالب السؤال سيكون عن ولاية علي بن أبي طالب حينما نقف على باب الجنة حلقة على باب الجنة تتحرك لأجل أن تثير انتباه المسؤولين من الملائكة من الحراس كي يفتحوا باب الجنة فماذا تقول تلك الحلقة إنها تقول علي 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 صوت المنبه على باب الجنة يردد اسم علي علي في كل مكان وعلي في كل زمان ولاية ولاية لأمير النحل تكفيني تكفيني فهذا هو ديني هذا هو ديني وهذه عقيدتي وهذا هو أصل الأصول ولاية لأمير النحل تكفيني عند الممات وحتى في حياتي إنها تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وهي الآية وهي الآية الأم الآية الأم الآية الأم في قرآننا المفسر بحسب مواثيق بيعة الغدير وهي الآية الأم في عقيدتنا هذه الآية هي التي تؤسس لديننا أصلاً واحداً سلوهم سلو الطوسيين الأنذال من كبار مراجع النجف وكربلاء في أية آية من الكتاب الكريم هناك حديث عن أصول الدين الخمسة وعن أن أصول الدين الخمسة تقسم إلى نوعين هناك أصول الدين وهناك أصول المذهب في أي آية ضراطكم هذا من أين جئتمونا بهذا الضراط يا سماحة المرجع الأعلى ومن معك من المراجع الثولان من المراجع الكبار والصغار من أين جئتمونا بضراطكم هذا يا أيها الثيران يا آيات إبليس ويا نواب الشيطان من أين جئتمونا بضراطكم هذا هذا هو القرآن يؤسس لديننا أن أصلاً واحداً لديننا لا شأن لي بدين الأشاعرة أو بدين المعتزلة ولا شأن لي بدين السلفية أو الصوفية أو الوهابية ولا شأن لي بدينكم أيها الطسيون الأنجاز هذا هو القرآن يؤسس لدين العترة الطاهرة لإسلام قائم آل محمد يؤسس أصلاً واحداً في آية صريحة واضحة محكمة إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها بكل حقائقها بكل ظواهرها وبواطنها بكل تفاصيلها ومجملها تساوي صفراً من دون بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي هكذا كان يقرأها ابن مسعود وبعض الصحابة وهذا وهذا مثبت في كتب المخالفين في كتبهم وفي قراءاتهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي ومن أنه مولى المؤمنين هكذا كان يقرأها ابن مسعود في كتبه في كتب النواصب نواصب سقيفة بني ساعدة قطعاً لا تتوقعون منهم أنهم سيوثقون هذه الأحاديث هي موجودة في كتبهم لكنهم يضعفونها فهن نتوقع منهم أن يوثقوا هذه الأحاديث يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي هذا معنى الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسالة تساوي صفراً من دون بيعة الغدير والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون ببيعة الغدير مثلما كفرت السقيفة بني ساعدة بحسبها ومثلما كفرت السقيفة بني طوسي بحسبها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية عليين شأن من شؤون إمامة عليين وكل ذلك هو من شؤون علي فبيعة الغدير من شؤون إمامته والإمامة من شؤون ولايته ويمكنني أن أقول من أن بيعة الغدير من شؤون ولايته وولايته من شؤون إمامته وإمامته هي من شؤونه من شؤون علي فعلي هو أصل الأصول الإمامة من شؤونه والولاية من شؤون إمامته وبيعة الغدير من شؤون ولايته فأصل الأصول علي هذا هو الذي يتحدث عنه القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوة وعلى القرآن وعلى حقائق الدين في ظواهره وبواطنه كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الآية واضحة وصريحة وهي التي تؤسس من أن الدين له أصل واحد أصول الدين الخمسة هذا ضلال الطوسي هذا ضلال مراجع النجف وكربلا ألا لعنة الله على ضلاله ألا لعنة الله على عقائدهم الطوسية الخرقاء هذا هو القرآن يؤسس هذا الأصل ويقول ويقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يجعلون دينهم دينهم مبنيا على أصل واحد هؤلاء كافرون إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون بمضمون الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنا أسألكم هل هناك أصل واحد أو أنه يوجد أكثر من أصل الآية صريحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل الحديث عن شيء واحد إنها بيعة الغدير الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير إذن هناك أصل واحد هناك أساس واحد الذي يستبدل هذا الأصل الذي يستبدل هذا الأساس بغيره بأصلين بثلاثة أصول بخمسة أصول بأصول للدين وأصول للمذهب إنه كافر بحكم الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين وهذا الكفر هنا أقبح أنواع الكفر في الكتاب الكريم لماذا لأن الآية جعلت التوحيد بعظمته والنبوة بعظمتها والقرآن بعظمته كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير فإن بيعة الغدير هي الأعظم هنا سيكون الكفر بها أعظم من الكفر بالله وبمحمد وقرآنه قد تقولون وكيف يكون ذلك هذا هو الذي يريده الله مثل ما جعل الله كفر إبليس بأبينا آدى وما سجد له فجعل كفره الكفر الأعظم مع أن إبليس يقر بوجود الله مع أن إبليس يؤمن بوحدانية الله مع أن إبليس كان عابدا من العباد وأراد أن يسجد لله وما أراد أن يسجد لآدم لكن الله جعل الإيمان والتوحيد والعبودية في السجود لأبينا آدم فحينما كفر إبليس بذلك لعنه وطرده وجعل عاقبته الجحيم وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد من حيث أريد أنا لا من حيث تريد إذا كان نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي يستكثرون هذا المعنى فهؤلاء على دين إبليس الله هو الذي يريد هذا هذا قرآن أنا لا أحدثكم عن رواية بإمكانكم أن تشكك في سندها ولا أقرأ آية متشابهة ليست واضحة على الأقل بالنسبة لي ولكم وفقا للثقافة الشيعية هذا قرآن واضح قرآن صريح الكفر ببيعة الغدير هو أقبح من الكفر بالله ومن الكفر بمحمد ومن الكفر بقرآن محمد صلى الله عليه وآله لماذا لأن الله يريد ذلك لأن الله يتعبدنا بذلك فإن الله يريد أن يطاع من حيث هو يريد لا من حيث يريد نواصب سقيفة بني ساعدة ولا من حيث يريد نواصب سقيفة بني طوسي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا المعنى يتضح جليا في الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما كان الدين دينا بالتوحيد ولا كان الدين دينا بنبوة محمد ولا كان الدين دينا بقرآن محمد إنما صار الدين دينا بولاية علي هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية في بيعة الغدير اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وبالمناسبة الروايات في كتب المخالفين أيضا فإن الآية في بيعة الغدير لكنني لا أريد أن أتحدث عن كتبهم وعن أحاديثهم اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو الإسلام الذي مر الحديث عنه قبل قليل هناك الولاية الحسنة التي تحدثت عنها سورة النامل إنه الإسلام الذي جاء مذكورا في آيات سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا إسلام قائم آل محمد إسلام الغديرين إسلام الغدير العلوي والغدير المهدوي ورضيت لكم الإسلام دينا قبل بيعة الغدير ليس هناك من إسلام هناك شبح للإسلام الصورة الحقيقية المكتملة بعد بيعة الغدير القرآن هو الذي يقول اليوم أكملت لكم دينكم الصورة كانت ناقصة الصورة كانت شبحية الصورة كانت من دون ألوان اكتملت الصورة وازدانت بألوانها وظهرت حقيقتها وارتفع شأنها متى في بيعة الغدير اليوم اليوم إنه يوم الغدير اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اليوم لماذا لأن دينكم صار دينا ما كان دينا صار دينا حقيقيا ومن هنا يأس الذين كفروا من دينكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشو اليوم أكملت لكم دينكم هذا هو الأصل الدين له أصل واحد يا أيها الشيعة الاعتقاد بأصول الدين الخمسة كفر أنا لا أتحدث عن أن التوحيد ليس من مفردات ديننا لا أتحدث عن أن النبوة ليست من مفردات ديننا لا أتحدث عن أن المعاد ليس من مفردات ديننا هذه مفردات ديننا لكن منظومة العقيدة نأخذها من الله لا نأخذها من الأشاعرة ولا نأخذها من المعتزلة ولا أن يأتينا أطوس يسوينا جودلية يجيبنا شوية من الأشاعرة وشوية من المعتزلة ويضيفنا شوية من عنده ويسوينا جودلية هذا هو دين محمد وآل محمد ليس جودلية الطوس دينكم يا أيها الشيعة جودلية الجودلية نوع من الأفرشة أو الأغطية الخفيفة في ثقافتنا المجتمعية الشعبية العراقية يخيطون قطعاً مختلفة الألوان من بقايا الأقمشة في البيوت فيأتي شرشف أو يأتي غطاء خفيف قد خيطة من قطع مختلفة بألوان مختلفة من أقمشة مختلفة هذه هي الجودلية في الثقافة الشعبية العراقية فدين الشيعة جودلية هذه جودلية الطوسي أنا لست معترضاً على أن التوحيد من مفردات ديننا ما هذه أمور بديهية هل أحتاج أن أثبت لكم من أنني أعتقد أن التوحيد من مفردات ديننا هذه أمور بديهية لا حاجة للحديث بخصوصها مثل ما أراد الله من الملائكة أن يسجدوا لآدم هذا هو الذي يريده الله منظومة العبادة عنده هكذا إبليس قال لا أنا أسجد لك يا الله لا أسجد لآدم فأنا خير منه لقد خلقته من طين وخلقتني من نار أسس له منظومته الأشاعرة أسسوا منظومة عقائدية لهم لم ينكروا وجود الله لم ينكروا الدين لكنهم أسسوا منظومة عقائدية لهم المعتزلة هكذا وجاءنا الطوسيون الأنجاس من مراجع النجف وكربلاء يقلدون الطوسية المشؤوم ذلك اللعين الذي أسس لنا منظومة عقائد من عنده سواء جودلية وأجداجنا وآبائنا ماتوا على هذه الجودلية على جودلية الطوسي ألا لعنة على جودلية الطوسي وذول هس الموجودين بالنجف يردونكم وتعيشون وتموتون على نفس هذه الجودلية دينكم له أصل واحد القرآن صريح أحاديث أهل البيت صريحة في هذا المضمون ديننا له أصل واحد الذي يستبدل هذا الأصل بالأصول الخمسة سيكون كافرا سيكون مشركا سيكون مرتدا عن الدين تفقهون هذا أو لا هذه آيات الكتاب واضحة إن الله لا يهدي القوم الكافرين في آية الغدير في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا وفقا للأصل الواحد فإن الله لا يرضى الإسلام دينا لنا إذا بنينا الإسلام على أصول الأشاعرة والمعتزلة على جودلية الطوس تفقهون أو لا تفقهون لا أعتقد أنكم تفقهون هم ذول مطايا النجف خلوا بكم شيء حتى تقدرون تفهمون دينكم ذول طايا حوحظكم وأنتم فرحانين بطاعة الحضار إنها الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طاها مر ذكرها علينا في الحلقة الماضية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدى إلى الأصل كل هذا لا معنى له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لا معنى له ثم اهتدى قرأت عليكم من الكاف الشريف في الحلقة التي سبقت الحلقة الماضية ما جاء عن امامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا فيقول حتى تسلم أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاه تيهم بعيدا أصحاب الثلاثة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا من دون ثم اهتدى ضلوا ضلالا بعيدا لماذا لأنهم لم يتمسكوا بالآصل وإنما تمسكوا بأشياء أخرى تمسكوا بالتوحيد بالنبوة بالمعادي ولذلك تابوا وآمنوا وعملوا صالحا كيف تابوا وآمنوا بعد توبتهم وعملوا صالحا ما لم يتمسكوا بالتوحيد والنبوة والقرآن والمعادي لكنهم لم يتمسكوا بالأصل الواحد لم يجعلوا دينهم مبنيا على الأصل الواحد ثم اهتدى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ثم اهتدى إلى ولايتك قرأت ذلك عليكم من الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والموجودة في مفاتيح الجنان بإمكانكم أن تعودوا إليها ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون هذا الذي جرى على أسلافنا على أجدادنا وآبائنا منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما أسس لنا الطوسي منظومة العقائد هذه ولا زال مراجع النجفي وكربلاء يقلدون الطوسي في منظومة الضلال هذا هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا قبل أن يهتدوا إلى الأصل ثم اهتدى وظنوا أنهم آمنوا وظنوا أنهم آمنوا لما جاء في الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لكنه لم يصل إلى الأصل الواحد ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك فماذا يقول الإمام وأشركوا من حيث لا يعلمون وماتوا على شركه أدركوا أنفسكم يا أيها الشيعة أدركوا أنفسكم يا شيعة العراق حالكم أخطر لماذا؟ لأنكم أنتم الذين ستخرجون مع مراجع النجف وكربلاء لقتال الحجة بن الحسن دين الحجة بن الحسن له أصل واحد ودينكم له أصول خمسة لا لعنة الله على دينكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين آيات القرآن واضحة كلها تشير إلى أصل واحد فهذا الدين له أصل واحد نذهب إلى بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومن رجال الغيبة الأولى هذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين إنه الحديث الثامن أذهب إلى موطن الحاجة منه عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا الإمام الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين ويستمر في كلامه ومنار الإيمان وغاية الهدى إلى أن يقول رسول الله لأمير المؤمنين أشهد لك بذلك تلاحظون التطابق والتوافق الكامل مع آيات الكتاب الكريم هذه أحاديثهم هؤلاء السفلة في النجف وكربلاء يشككون في هذا الكتاب في كتاب شيخنا الصفار بصائر الدرجات بصائر الدرجات بصائر الدرجات الكبرى أحاديث العترة الأطهار لكن سفلة النجف وكربلاء هؤلاء الثيران الذين يقال لهم علماء هؤلاء الثيران يشككون في أحاديث العترة في هذا الكتاب من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة يا علي رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين أشهد لك بذلك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الكلمة تكفينا لا نحتاج إلى آيات ولا إلى روايات هذه كلمة رسول الله تكفينا وعندها ينتهي الكلام النبي الأعظم يقول للأمير يا علي أنت أصل الدين ثم يقول له أشهد لك بذلك في الكتاب نفسه في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رضوان الله تعالى عليه رسالة طويلة كتبها إمامنا الصادق إلى المفضل بن عمر تبدأ في صفحة 477 وتستمر الرسالة الطويلة الطويلة إلى صفحة 484 رسالة طويلة جدا في طوايا هذه الرسالة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يكتب بخط يده إلى المفضل أقرأ عليكم من الصفحة 479 الإمام يقول له ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه الكلام وطح هل يحتاج إلى شرح سلو ثيران النجف من آيات إبليس ومن نواب الشيطان هل عندهم من رواية تقول من أن أصول الدين خمسة في أي مكان لا يضحكون عليكم ويأتونكم بروايات عن التوحيد وروايات عن المعادل ما هذه مفردات ديننا أنا أتحدث عن رواية تقول من أن أصول الدين خمسة وتعدد لنا أصول الدين هذه مثل ما علموكم حينما أسأل عن آية فلا يضحكون عليكم يقولون من أن الآيات تحدثت عن التوحيد وتحدثت عن النبوة وعن المعاد هذه أمور بديهية أنا لا أناقش فيها أنا أقول من أن المنظومة العقائدية نظمها الله لنا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هناك أصل واحد للدين والذي يستبدله بأصلين أو ثلاثة أو غير ذلك فإنه سيكون كافرا سيكون مشركا سيكون مرتدا بصريح آيات القرآن وبصريح أحاديث العترة الطاهرة وهذه أحاديثهم ورواياتهم تؤكد أن أصل الدين واحد هناك أصل واحد ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل هو الإمام ديننا له أصل واحد وهو الإمام وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وعدوده وشرائعه هل أحتاج إلى أن أضيفه؟ سأضيف وأضيف لكنني يائس منكم يا أيها الشيعة يائس منكم ستبقون على ضلالكم ستبقون مع أولئك الضلال من آيات إبليس تكفرون بالقرآن المفسر بتفسيرهم وتكفرون بحديث العترة المفهم بتفهيمهم ماذا فعل بكم هؤلاء؟ ماذا فعلوا بكم؟ لقد دمروا المنظومة العقلية للواقع الشيعي مراجع النجف وكربلاء صباح مساء يخرون في العقل الشيعي خراؤهم يزداد يوما بعد يوم عبر خطباء المنابر الحمير الذين يتقيؤون خراء في عقولكم وعبر الفضائيات المرجعية القذرة التي تنشر الخراء والضلالة كي تعبأ عقولكم بكل تلك القذارات وأنتم فرحون مستبشرون بهذا الذي يجري عليكم ذكروهم ذكروهم بأنهم حمير عند المراجع أتحفوهم بالوثيقة الديخية مالدى أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبت خمسة قلت لي مستعجب مش دارها قولها تركب يعني خلافة أغمي شني كما تقول خلافة أغمي شني كتبه لأفكار حرفة السنو فقوش ديخ تعرفي فقوش ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مالدى أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وقاي ديخ لا شيء لا مو علم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو والله هذا هو واقع الشيعة زين راكبين عليكم زين ديخ امشوا 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 هذا الحش ما ينفعكم هذا الحش النظيف ونمرتب ما ينفعكم تردون واحد يركبكم ويقولكم ديخ على أي حال إن هذه وظيفتي أنا أؤدي وظيفتي لا شأن لي بكم هذا هو الكافي الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران حديث إمامنا الرضا الحديث الذي يبدأ في الصفحة الثانية والعشرين بعد المائتين ويستمر إلى الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين حديث طويل مما جاء في هذا الحديث الشريف إن الإمامة زمام الدين الإمامة هي من شؤون الإمام الإمامة في زماننا من شؤون الحجة بن الحسن الإمام شيء والإمامة شيء الإمامة شأن من شؤونه إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين الإمام الرضا هنا يستعمل الإمامة عنوانا يشير به إلى الإمام إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى سائر العناوين الأخرى لماذا؟ لأن الإمامة هو أصل ديننا وهذا الدين له أصل واحد هو الإمام هذه الجمل كلها تشير إلى هذا إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هي الأصول والفروع إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمامي تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والجهاد و و سلوهم سلو مراجعكم الثيران في النجف وكربلاء هل عندهم من نصوص تقول من أن أصول الدين خمسة في أي مكان في أي مصدر هذه منظومة تخالف ما يريده الله في قرآنه وتخالف ما يريده محمد وآل محمد في أحاديثهم وفي ثقافتهم وفي تفسيرهم لقرآنه تحف العقول لابن شعبة هذه طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان هناك وصية مهمة من إمامنا الصادق لأحد أصحابه لعبد الله ابن جندب صفحة مئتين وثلاثة وعشرين الإمام الصادق يقول له تقرأ جندب وتقرأ جندب يبن جندب يبن جندب الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروته العمل الصالح وعماده الورع كل هذه مفردات في ديننا يبن جندب الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء أساس هذه بديهية كل شيء له أساس ولكل شيء أساس وأساس الإسلام ما هو حبنا أهل البيت وهذا عنوان يشير يشير إلى المودة إلى الولاية إلى الإمامة يشير إلى معرفة إمام زماننا يبن جندب يبن جندب الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروته العمل الصالح وعماده الورع كل هذا جميل لكن من دون أساس لا قيمة له ولكل شيء أساس وأساس الإسلام ما هو الورع ولا هو الحياء ولا هي الصلاة ولا هو التوحيد ولا هي النبوة وأساس الإسلام حبنا أهل البيت عنوان يشير إلى بيعة الغدير اللهم والي من والا أين يتحقق حب أهل البيت اللهم والي من والا وعادي من عادا وانصر من نصر واخذ من خذل ورضيت لكم الإسلام دينا بعد أن تحقق هذا المعنى في بيعة الغدير الحكاية الحكاية لا تقف عند حديثين أو ثلاثة أحاديث أو مئة حديث القرآن القرآن بكله وأحاديثهم بكلها وأدعيتهم كذلك وزياراتهم كذلك كل حرف في هذه المنظومة المعرفية يشير إلى أن الدين له أصل واحد وهذا الأصل هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الجزء الثاني من الكاف الشريف ماذا نقرأ في الحديث الخامس من باب دعائم الإسلام بسنده بسند الكليني عن زرارة عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثالثة والأربعين الباقر يقول بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي وهو الإمام والوالي هو الدليل عليهن هذا يعني أن الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر العناوين الأخرى كل ذلك يساوي صفرا من دون الولاية الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان أما لو أن رجلا هذه أمثلة تقريبية المسألة أعظم من ذلك أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولا يتولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه يعني أن الإمامة هو الذي يضع منظومة عمله فما فما بالكم بالعقيدة الذي وضع منظومة عقيدتكم الطوسي سوالكم جودلية جاء بها من الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها ما أضاف من ضلاله هو واستمر هؤلاء الثولان من آيات الله العظمى من نواب صاحب الزمان في النجف يضحكون عليكم بمنظومة الضلال هذا انتبهوا إلى كلام أعمتكم أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولا يتولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلا وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان إلى آخر الرواية الشريفة هذا هو الذي يجري عليكم حينما أحدثكم عن منظومة العقائد لابد أن تأخذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم ما يسوينا الطوس جودالية ويجيبنا عقائد من الأشاعرة وعقائد من المعتزلة ويصنع لنا مرقعات هذا هو واقعكم يا أيها الشيعة تدبروا في دينكم تدبروا في دينكم في الصفحة الخامسة والأربعين إنه الحديث الثامن عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير ليس هناك من شيء أراده الله مثل ما أراد الولاية في يوم الغدير ولذلك جاء الخطاب في القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ليس هناك في ديننا من شيء كل شيء في مواجهته من دونه يساوي صفرا إلا بيعة الغدير بيعة الغدير هذا العنوان عنوان منفرد في ديننا كل شيء في ديننا ابتداء من التوحيد وانتهاء بأي شيء في ديننا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولم يناد بشيء ما ندي بالولاية يوم الغدير ما عندنا من شيء في ديننا كبيعة الغدير إذا أردنا أن نحول ديننا إلى معادلات المعادلة التي يكون فيها كل شيء يساوي صفرا من دون طرف واحد هي معادلة بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو دين الأصل الواحد ديننا يبتني على أصل واحد أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم والثيران يقول لكم إذا ذكرون الأمير في صلاتكم صلاتكم باطلة من أي بوابة من بوابات الدين جاءون بهذه الفساوى هذه الفساوى السستانية والقوئية وسائر أنواع الفساوى الأخرى من فساوى المراجع الطوسيين سود الله تعالى وجوههم في الدنيا قبل الآخرة طائحين الحظ ذكر أمير المؤمنين يبطل الصلاة هذا هو أساس ديننا هذا هو أصل ديننا كيف ذكر الأصل يبطل الفارع في أي منطق هذا منطيع الله حظكم على العقول دون ما أدرش مخلين بروسهم مخأكوا خرخنزيروا هنا مخلين ما أدرش مخلين بروسهم دون نذهب إلى فاصل علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الجزء الأول الباب التاسع علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو الأصل الواحد لديننا لعبادتنا لتوحيدنا لقرآننا هذا هو منهج العترة سلوهم سلو ثيران النجا وكربلا سلوهم سلوهم هل عندهم من آية هل عندهم من رواية تقول من أن أصول الدين خمسة الدين له أصل واحد كل القرآن يصرح بهذه الحقيقة وكل أحاديث أهل البيت تصرح بهذه الحقيقة قد يقول قائل التوحيد جزء من ديننا النبوة جزء من ديننا صحيح هذا المعاد جزء من ديننا كل هذا صحيح وهل أني أقول غير ذلك لكنني أقول لكم من أن إبليس لما رفض السجود لأبينا آدم ما الذي جرى عليه لعنه الله وطرده وعاقبته إلى النار مع أن إبليس كان يؤمن بالله مع أن إبليس إنما ارتفع وصار مع الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى حينما عاقب الجن في الأرض كان إبليس أفضله فجازاه الله أن رفعه وجعله مع الملائكة لكنه حينما اختار منظومة خاصة بحسب ما يريد جرى الذي جرى عليه الحكاية هنا الإسلام تسليم عليكم أن تسلموا لما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم ولما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم الله هكذا يريد القضية ليست مزاجيتان الصادق يقول صلوات الله عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو ديننا وهذا هو الذي يريده الله منا ويريده صاحب الأمر منا الجزء الأول من الكاف الشريف إنني أقرأ عليكم الحديث الذهب من الكتب الذهب هذه الكتب التي رواها الرواة الذهب عن الأئمة الذين هم صناع معادن الذهب هذا هو الجزء الأول من الكاف الذهب صفحة 216 إنه الحديث السادس عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا إنه يتحدث عن محمد وآل محمد إن الله إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة إنها شجرة الوجود ونطقت ونطقت الشجرة إنها الشجرة الزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا هي غربية شجرة الوجود إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة موطن الشاهد هنا وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله هم الأصل وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله صفحة 200 و17 الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها من هذا الباب نحن نصل إلى الله من خلال إمام زماننا هذا هو الباب الأصل الذي فتحه لنا هذا هو أصل ديننا من خلال هذا الباب نصل إلى التوحيد التوحيد ليس أصلا الإمام هو الأصل الأوصياء الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها الله هكذا يريد القضية ليست من اقتراحي أو اقتراحي غيري ولا من اقتراحي الكلين الله هكذا يريد الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها هم العصل ولولا هم ما عرف الله عز وجل وبهم 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 احتج الله تبارك وتعالى على خلقه هؤلاء هم حجته المطلقة وهم أبوابه الواسعة وهم وهم ولولا هم ما عرف الله عز وجل هكذا نقرأ في دعاء الغيبة لني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذا الدعاء وردنا من الناحية المقدسة من التوقعات الشريفة اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك الكلام إجمالي التفصيل هنا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني الدعاء ما قال فإنك إن لم تعرفني نفسك يا الله ضللت عن ديني الدعاء ما قال فإنك إن لم تعرفني رسولك يا الله ضللت عن ديني وإنما قال الدعاء إنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني معرفة الله مفردة من مفردات ديننا معرفة رسول الله مفردة من مفردات ديننا لكن الأصل هكذا يريد الله وهكذا يريد رسوله هل نعترض على الله وأحلى رسوله أدري إحنا شنو قاعدين بطولة طولة مال مطاية مثل حوزة النجف حوزة النجف طولة مال مطاية يعبثون بدين الله مثل ما عبث الطوسي المشؤوم اللعيم هناك منظومة متكاملة ألا تلاحظون أن الآيات وأن الروايات وأن الأدعية وأن الزيارات سأقرأ وأقرأ عليكم من الزيارات أيضا ألا تلاحظون أن لوحة متكاملة تنشأ من كل هذه المعطيات تشير إلى حقيقة واحدة من أن ديننا له أصل واحد وهذا الأصل هو الإمام المعصوب وانتهينا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك الكلام إجمالي اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية حينما أجهل معرفة إمام زماني من بات ليلة الإمام الصادق يقول من بات ليلة ليلة واحدة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما هديتني لولاية من فردت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك إنه إمام زماننا الحديث تحول إلى إمام زماننا لأنه أصل ديننا اللهم فكما هديتني لولاية من فردت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله إنها ولاية إمام زماننا انتقل الحديث بكل تفاصيله إلى ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصورة واضحة وجلية جدا في حديث المعرفة بالنورانية إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار للمجلسي الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في أول صفحة من الكتاب حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين يخاطب سلمان وأبا ذار يا سلمان ويا جندب هذا هو اسم أبي ذار يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إلى أن يقول في الصفحة الثالثة وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة صلوات على القيمة باقر العلوم يقول القيمة فاطمة فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين كل المضامين تصب في مجرى واحد ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نناجي إمام زماننا أين باب الله الذي منه يؤتى هذا هو الباب الوحيد المفتوح لديننا ومن ديننا أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء فإمامنا هو الباب وهو الوجه وهو السبب وهذا هو معنى أن الدين له أصل واحد أصل الدين هو هذا هو الباب الذي فتحه الله هو وجه الله الذي إليه نتوجه وهو السبب المتصل فيما بيننا وبين الله هذا هو معنى أن ديننا له أصل واحد ما المراد من الأصل الواحد هو هذا اقرأوا هذه العبارات وتدبروا فيها ولو بالإجمال هذا هو أصل دينكم أما هذه المنظومة العقائدية التي تأتينا من حوزة الخراء من الحوزة الطوسية في النجف هذه منظومة ضلال منظومة إبليسية الله سبحانه وتعالى يريد منا أن تكون عقيدتنا مبنية على هذا الأصل أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وزيارة آل ياسين توقيع من توقيعات الناحية المقدسة جاءتنا من إمام زماننا نخاطبه نخاطب إمامنا القائم وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر أنتم الأصل هذه الجملة تختصر ما تقدم من كلام في آيات الكتاب الكريم وفي الأحاديث والروايات والأدعية والزيارات هذه الكلمة تختصر كل ذلك سادتي آل محمد أنتم الأول والآخر إمام زماني بقية الله أنت الأول والآخر أنت أصل ديني أنت باب الله وأنت وجه الله وأنت سبب الله وأنت دين الله وأنت أصل يريد الله مني أن أتمسك به لديني أنت الأصل الأول والأخير ولا يوجد شيء وراء ذلك يا صاحب العمر هذه عقيدة من قرآنك المفسر بتفسيرك ومن حديثك المفهم بتفهمك هذا هو ديننا دين العترة الطاهرة دين محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل سأعرض بين أيديكم باقة عطرة من أحاديث الكاف الشريف إنه الجزء الأول من الكاف الشريف في صفحة الخامسة بعد المئتين الحديث السابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبب وجعل لكل سبب شرح وجعل لكل شرح علم وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله ونحن هذا هو الأصل الأصل محمد وآل محمد الأصل في زماننا الحجة بن الحسن هذه منظومة الدين ومنظومة العقيدة التي يتعبدنا الله بها أما هذا الذي تعلمناه من مراجع النجف وكربلة فهذا دين إبليسي دين الضلال لا علاقة له بدين العترة الطاهرة إنه المذهب الطوسي العين الصادق يقول أب الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبب وجعل لكل سبب شرح وجعل لكل شرح علم وجعل لكل علم باب ناطق عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله ونحن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث الثامن بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه يجهد فيها نفسه يتعب فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانع لأعماله هكذا يريد الله دين الله رسمه رسمه بهذه الطريقة تريدون أن تعترضوا أحلى الله تعترضوا أحلى الله هذا هو برنامج الله الله هو صاحب الدين وهو صاحب الشان هو يريد الأمر هكذا تريدون أن تعبدوا الله كما يريد الله فإن عبادة الله هكذا التي يريدها الله تريدون أن تعبدوا الله كما تريد سقيفة بني ساعد فاعبدوه كما تريد سقيفة بني ساعد أو كما تريده سقيفة بني طوس فاعبدوه أنتم أحرار ولكن ما هي النتيجة إلى أين ستصلون لن تنفعكم سقيفة بني ساعد ولن تنفعكم سقيفة بني طوس أنتم مدافعون عن المرجعية وكاتلين نفسكم على المرجعية هي ما نافعتكم بالدنيا شلون تنفعكم بالآخر إذا تفكرون بعقل وتشوفون بالدنيا هي مطيحة حظكم إذا هي بالدنيا أمطيحة حظكم بالآخرة ش راح تسوي لكم تقودكم إلى مكان أسوأ من المكان الذي قادتكم فيه حينما كنتم في الدنيا ذولا ما ينفعونكم اللي ينفعكم صاحب الأمر هذا هذا هراء الخطباء وهراء المراجع وهراء الفضائيات المرجعية ما ينفعكم اللي ينفعكم قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره اللي ينفعكم حديث العترة المشروح والمفسر بحسب ما يريدون صلوات الله عليه هذا اللي ينفعكم ينفعكم للدنيا وينفعكم للآخرة يفيد هذا الحج لا ما يفيد شو تقولون الباخر يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله الحديث التاسع في الصفحة السادسة بعد المائتي بسند الكليني عن الهيثم بن واقت عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكواء ابن الكواء شخصية منافرة لأمير المؤمنين جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يسأل عن الآية فقال أمير المؤمنين نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون هذا هو الذي يريده الله السقيفة بني ساعدة لا يعجبها هذا فاقترح الدين الطوسي لا يعجبه هذا فاقترح الدين حوزة النجف حمير لا يعرفون أن الطوسية قد عمث به الآن قد عارفوا من قناة القمر لكنهم يصرون على عنادهم هؤلاء الحمير الثولان الله هو الذي يريد دينه بهذا النظم وهذا الأسلوب أقرأ الحديثة مرة أخرى عليكم هذا ابن الكواء سأل الأمير عن الآية وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الإمام ماذا قال قال نحن على الأعراف هذا مقام من مقاماتهم نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف هذا مقام ثاني نحن على الأعراف مقام من مقاماتهم نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا هذا في عالمنا الدنيوي ونحن الأعراف في عالمنا الأخروي يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع لا أريد أن أقف عند تفاصيل هذا الحديث فإن الوقت يجري سريعا وهناك العديد من المطالب لابد أن أتناولها لا زلت أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الصفحة السابعة بعد المئتين إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير قال 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 لأبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه الباقر يسأل أبا بصير حينما قدم إلى المدينة هل عرفت إمامك فماذا أجاب أبو بصير إيوالله قبل أن أخرج من الكوفة فقال الإمام حسبك إذن لأن معرفة الإمام أصل الأصول هذه الكلمة تلخص الحقيقة كلها إمامنا الباقر يسأل أبا بصير لما قدم من العراق إلى المدينة هل عرفت إمامك أبو بصير أجابه إيوالله قبل أن أخرج من الكوفة فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه حسبك إذن حسبك إذن أنا أسألكم هل عرفتم إمامك إذا كان الجواب كجواب أبي بصير حسبكم إذن إنه أصل الأصول هذا هو أصل ديننا الروايات والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تلاحظون أن النصوص كلها وأن المضامين أجمعها تشير إلى هذه الحقيقة من أن ديننا له أصل واحد فعودوا إلى دينكم وتمسكوا بدين له أصل واحد وكفروا بمنظومة أصول الدين الخمسة هذه جودلية هذه جودلية الطوسي يضحكون عليكم وحق قمر بن ياشب هذه جودلية الطوسي نذهب إلى فاصل